مدرك حجم العشق عند بعض الناس للقهوة وليه مشتقتها أنا واحد من الناس من عشق القهوة لازم أخذ فنجان القهوة صباحا للأسف لازم أخذه الصبح بدري فمدرك أن أنت متعطشة جدا أن تشرب القهوة حتى في فترة الحمل ولكن في فترة الحمل خلينا نقول أن عليك مسؤولية كبيرة جدا تجاه جنينك الأمانة اللي ربنا أده لك فلازم تعرف كويس حجم المخاطر اللي ممكن تحدث وانت تقرر كمان مع القهوة هناك بعض الحاجات المشابهة الشاي والبيبسي أو الكولا الحاجات دي كمان فيها كافيين زي ما موجود في القهوة احنا بنتكلم عن الكافيين اللي أحد أهم مصادره القهوة يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها نسعد بإذن الله تعالى القهوة أحد أهم مصادر الكافيين ولما بنتكلم عن الكافيين الكافيين كمان موجود في الشاي في النسكفي في البيبسي كولا في منتجات متعددة كمان في بعض الأدوية خاصة المسكنات طيب ومشروبات الطاقة كمان مشروب الطاقة ده يعني مليان كافيين طيب الكافيين إيه تأثيره على الجنين لربما تكونوا سمعتوا أن الكافيين بنقص وزن الجنين لكن عشان يعني تدركوا هذه المعلومة لأن بعض الناس أو بعض الحوامل هتقول أنا كنتم أشرب أهو كتير جدا ومحصلش أي حاجة خلينا نشرح المعلومة إزاي جت أن الكافيين بيقالي الوزن الجنين لازم نبقى عارفين أن الكافيين في الجسم بيعمل تأثير سلبي على الأوعية الدموية والجنين إزاي بيتغزى عشان ينمو عشان يكبر بيتغزى عن طريق الدم اللي بيوصلوا من القوم عن طريق المشيمة دم بيمشي في الشرايين والأوعية الدموية الكافيين بقى بيعمل إيه؟ بيعمل انقباض لهذه الأوعية ولما تيجي تقولي انقباض يعني أن الدم مش هيوصل بنفس الكفاءة يعني التغذية مش هتوصل بنفس الكفاءة يعني الجنين مش هيكل بنفس الكفاءة اللي بيأكلها جنين تاني في رحم تانية أمه مش بيتاخد كافيين فبالتالي الدم عندها ما عندوش مشكلة ما بيحصلوش انقباض لأن ما فيش كافيين ده الأم التانية بتاخد كافيين بنسب عالية جدا فبالتالي بيحصل انقباضات كتيرة للأوعية الدموية فبالتالي الدم مش بيوصل بكفاءة فبالتالي الجنين مش بيتغزى كويس فبالتالي وزنه بينقص ودي اللي بتؤكده دراسات كتيرة جدا انه من مخاطر هذا الامر هو انخفاض وزن المولود بس كده؟ لا مش بس كده طيب الاجابة المحيرة هو دلوقتي لما احنا قلنا في العنوان هو يطار بيزود وزنه ولا بيناقص وزنه في حتة محيرة كده واشكالية بسيطة بعض الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا ان الكافيين اللي ممكن يأتي عن طريق القهوة او النسكافيه او مشتقات والحاجات اللي احنا قلنا عليها ممكن تعمل تعطيل لهرمونات الاجهاد اللي منها الكورتيزول عند الطفل لما يتولد يحصل تعطيل لهذه الهرمونات طيب هو ايه اللي بيحصل لما يحصل تعطيل الهرمونات دراسة تانية بقى تكلمت عن علاقة هرمونات الاجهاد والوزن كانت علاقة يعني عكس عكاس لما هرمونات الاجهاد تقل الوزن يزيد لما هرمونات الاجهاد مستواتها تبقى مزبوطة الوزن يحصل فيه ثبات او يعني يبقى في معدلة الطبعية فلما يحصل نتيجة التأثير بتاع الكافيين على جسم المرأة الحامل ومن ثم وصل هذا الامر الى الجنين طفل لما يتولد يحصل عنده مشكلة تعطيل لهرمونات الاجهاد فبالتالي انت بتعرض الطفل ده في فترة تانية انه يزيد وزنه ولكن زيادة مش صحية مش الزيادة بتاعت النمو ولا ادي الزيادة بتاعت الدهون وخلينا نتفق ان تملي عندنا امرين احنا يعني بنلخبط بينهم ان طفل بقى عنده وزن زائد ولكن صحي وزن زائد غير صحي يعني ايه لما الطفل ده يبقى وزنه عبارة عن يعني كتلة عضلية بيان معادي وان طفل تاني وزنه زايد عشان في عنده خلاده هناك كتير فده مش صحي وده صحي فالنمو الطبيعي هو النمو العادي انما النمو الغير طبيعي اللي هو الزيادة يعني ممكن واحدة تقولك طب ما دي حلوة دي نخلي الطفل ايه يزيد وزنه لا بس هيزيد دهون اتعرضيه للسمنة بعد كده مشاكل صحية تانية مشاكل في القلب ان تكتسمنة في السكر وطفل لسه بيبتدي حياته ويبتدي حياته بطريقة يعني مش امنة طيب قالوا ان في نسب امنة في فترة الحمل بالنسبة للكفايين انا عايز ااخد فنجان القهوة طيب عايز اشرب فنجان قهوة عايز اشرب نسكة فيه ما ينفعش خالص والله يبصي هنا هعرض لك الموضوع بمنتهى الامام دراسات قالت ان اقل من 200 ملجرام من الكفايين هو امر امن بالنسبة لحوامل على اجنته يعني ممكن تشرب فنجان قهوة بس الموضوع بيختلف في ايه الفنجان القهوة بتاعك شكله ايه ما ممكن يكون دبل يعني ممكن تحطي كميات قهوة فيها وهو نفس الفنجان اللي ممكن واحدة تانية تعمله بس يبقى صفت يعني حاجة بسيطة فده يعتمد الفنجان القهوة ممكن بتاعك يبقى قد كده واحدة تانية الفنجانها قد كده خلي مستوياتك معتدلة لو انت مدمنة كفايين او مدمنة قهوة او شي ولكن دراسة تانية اللي هعرضها لك وانت حرة في اختيارك دراسة تانية بتقول حتى النسب الامنة في فترة الحمل اللي هي من الكفايين بيقولوا انها برضو مرتبطة بين خفاض نمو الجنين وبيقولوا في الدراسة دي ان وجدوا ان الطفل لما بيتولد بيبقى اقصر نسبة الى اطفال تانية امهاتهم تجنبوا الكفايين نهائيا حوالي اربعة من عشر سنتي يعني بنتكلم تقريبا نصف سنتي في الطول واثنين من عشر من السنتي يعني حوالي اثنين ملي او تلاتة ملي في محيط الرأس اقل من الاطفال التانية ده بالنسبة لحتى النسب الامنة اختيارك هو قرارك انت حرة فيه عايزة تلتزمي بالنسب الامنة كان بها ويبقى اقل الضرر ولكن اللي بتحب اجنتها واللي بتحب اطفالها وعايزة لهم صحة جيدة وهيقولك معلومة ان صحة البني ادم حتى لما يبقى في عمر كبير جدا ليوصل حتى 40-50 سنة مرتبطة بتأسيسه الفترة اللي كان فيها جنين في رحم امه والان ما فقرة يسأل الرشدة سؤال الحلقة من شهد علي بتقول انا حامل ودخلت في الشهر الرابع واختفى الوحام والقيق هل الجنين في خطر؟ لا الجنين باذن الله تعالى مش في خطر شيء طبيعي ان يحدث هذا الامر مع بداية الشهر الرابع يختفي بقى اليوحام واحساس القيء وكلام ده كان في اول ثلاث شهور طيب النصيحة اللي بننصح حضرتك بها هي ايه؟ هي الذهاب الى الطبيب وعمل فحص بي السنار للاطمئنان بشكل عام على سير عملية الحمل وكمان بنأكد على حاجة احنا لما بتيجي تخلصي كل مرحلة لازم عشان ادخل المرحلة اللي بعدها لو انا مش من الناس اللي بتطمن كل شهر على الاقل يبقى لازم كل مرحلة اول ثلاث شهور ثلاث شهور اللي في النص ثلاث شهور اللي في الاخر على الاقل في بدايات هذه الشهور ان احنا نتطمن ان الجنين بيتحرك وآمن وما فيوش اي مشكلة والدم بيوصله بكل سلاسة وتدفق وما فيش اي مشكلة في تدفق الدم ليه عن طريق السنار لما بتشوفي ده بعينك بتطمني وبيحصلك راحة نفسية لانك لو هتسيب نفسك للهواجس القلق والتوتر هيرفع عندك هذه الهرمونات هرمونات القلق والتوتر اللي من شأنها كمان تضر الجنين فنقطع الشك باليقين ونروح نعمل السنار واطمنك باذنك يا رب هتروح تلاقيه زي الفل لان هذا الامر شيء عادي جدا واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة